كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن أربع ملفات عالقة ستكون محط نقاش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة نهاية الشهر الجاري إلى العراق وأكد عضو لجنة العلاقات النيابية النأب عامر الفايز أن في صدارة الملفات كميات المياه المطلقة إلى العراق فضلا عن وجود القوات التركية في عمق الأراضي العراقية واستقرارها في قواعد ومرابطات وملف حزب العمال الكردستاني مضيفا أن النقاش سيتناول الملف الاقتصادي وسبل تطوير العلاقات خاصة أن تركيا تراه ملفا مهما ويشكل أولوية مع وجود فرص كبيرة للعمل في قطاعات مختلفة بالعراق